نحن توقفنا عند علاج الحصوات طبعا نقولنا ممكن علاجها طبيا بدون جراحة بعض أنواع الحصوات تمثل نسبة قليلة جدا نعم اللي ممكن تذوب بالأدوية وإذا المريض استخدم الدواء بشكل صحيح جميل وممكن تذوب لكنها لا تسري على جميع أنواع الحصوات نحن نعرف أن أغلب وأكثر شيوعا حصوات هي حصوات الكالسيوم هذه ما ينفع معها إلا استخراجها أو تفتيتها الآن مع تطور العلم تطور الأجهزة المناظر صارت أفضل العملية صارت تجرى كجراحة اليوم والواحد تفتيتها بالليزر المريض يخرج إلى البيت نعم يمكن المريض أو حتى البعيد عن طريقة العلاج ما يعرف كيف تتم عملية التكسير يمكن نشاهدها الآن عن طريق الفيديو معك أنا في فيديوات تفتيتها بالليزر طبعا المنظر اللي وردتكم صور المناظر هذه المناظر عن طريق المجرى الطبيعي مجرى المسالك عن طريق مجرى البول ثم إلى الحالب هذه الآن شوف الصورة هذه الآن الأزرق هو الليزر الأزرق هو الليزر وجالس يفتت الحصوة هذه الحصوة حصوة في الكلية أو في الحالب هذه في الكلية طبعا وجالس يفتتها تدريجيا يخليها إلى قطع صغيرة جدا أو زي الرمل زي الرمل تنزل مع المجرى طبيعي شوف كيف الفتاة كلها فتاة صغيرة الوقت المستغرق لهذه العملية تعتمد على عدد وكمية الحالب؟ نعم نعم تعتمد لكن غالبا يعني أقل من ساعة 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 بكثير هذه الليزر آمن جدا ما في مشاكل ولا في أي مضاعفات نعم يعني